امبارح كان فيه مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء دكتور مصطفى مندولي قال فيه ان مجلس الوزراء ناقش عدد من الملفات المهمة ومنها أزم التخفيف أحمال الكهرباء وأعلن إيقاف خطة تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف بداية من يوم الحد اللي جايت هل نشوف جزء من كلام رئيس الوزراء للحية على مدار الأسبوع أنا كنت بتابع يوم بيوم مع السادة الوزراء الموقف على الأرض والحمد لله الشحنات بتوصل في توقيتاتها وبالتالي يمكن عشان كده يمكن كان القرار اللي احنا خدناه انه هو ان شاء الله اعتبارا من يوم الأحد القادم اللي هو يوم واحد وعشرين هنوقف خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية كلها في فترة الصيف يعني لغاية منتصف سبتمبر ان شاء الله وده بيأتي مع ان احنا زي ما وعدنا بإذن الله على نهاية العام نكون أنهينا الأزمة بالكامل في مستوى الجمهورية كلها ولكن احنا اللي انا بقول لحضراتكم وبوعد بيه المواطن المصري ان احنا حنبقى شغالين على قدم وساق على مدار هذه الفترة ازاي ان احنا نقلل تماما من بعد شهور الصيف ازاي ان احنا نقلل كمان من موضوع تخفيف الأحمال لغاية ما نحلها بالكامل قبل نهاية العام ترجمة نانسي قنقر